موسيقى على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط يأخذ فريق من الباحثين عينات من تحت الماء في العينات التي يحملونها إلى السطح يأمولون العثور على آثار كائن حي جديد في الواقع لطالما كانت هذه الكائنات الحية موجودة لكنها ظلت غير مرئية لم نتعرف عليها حتى السنوات الأولى من القرن الحالي طوال تسعينيات القرن العشرين ظلنا العلماء أنهم يتعاملون مع بكتيريا كبيرة غير معروفة وأخيرا أدركوا أنه فيروس لكنه فيروس ذو أبعاد هائلة وخصائصه تتناقض مع كافة قوانين علم الفيروسات واعتبارا من تلك اللحظة انطلق بحث امتد حرفيا إلى كل أسقاع الأرض ما ماهية هذه الفيروسات الجديدة التي جرى اكتشافها واحدا تلو الآخر لما لم يجري التعرف عليها من قبل ما الخطر الذي قد تمثله وإن كان مكانها الفعلي في العالم ما زال لغزا فقد أيقضت من جديد النقاشات الأولية بشأن تعريف الحياة وأصولها هذه قصة اكتشاف عوامل غامضة هزت العلم الحديث الفيروسات العملاقة بدأت الحكاية عام 1992 في أنابيب مختبر مستشفى برادفورد شمالية إنجيلترا بينما كان عالم أحياء يعمل على تفشي وباء حمى الفيلة قام بعزل مايكروب غامض وبالكاد خيل إلي في تلك اللحظة أن اكتشافه سيعصف بتاريخ علم الفيروسات هذا هو الرجل الذي أشعل شرارة هذه الثورة الصغيرة تيموثي روبوت هام لكن اليوم لم يعد تيموثي علم مايكروبيولوجيا فقبل بضع سنوات وحين لم يعرض عليه مكتب الصحة العامة في المملكة المتحدة أي منصب ضمن مجال خبرته تخلى تيمو عن البحث لينشئ مركزاً لتجارة الحديد والخردوات في شيبلي القريبة من برادفورد بدأت هذه المغامرة العلمية بصعوبة هائلة واجهها تيم في محاولة منه للتعرف على هذا الكائن الغريب الذي وجده في برادفورد وكان يصيب الأميبيات الأميبة هي كائنات حية تتكون من خلية واحدة تفضل البيئات الدافئة الرطبة وغالباً ما تصاب بالبكتيريا مثل البكتيريا الفيلقية التي تشتهر بتسببها بالأمراض التنفسية وهي عدوى خطرة تصيب الجهاز التنفسي ما كنا نبحث عنه هو البكتيريا الفيلقية أردنا معرفة المزيد عما يوجد في أنبيب المايكروبات هذه وما وجدته كان هذا الشيء الغريب الذي لم أشاهده من قبل وقد سميته برادفورد كوكس لأنه كان لدي مايكروب آخر من شيفر وآخر من ليدز لكن مايكروب برادفورد كان مختلفاً بعض الشيء عجز تيم عن فهم ما رآه كان حالة تسمى مايكروباً غير صحيح ظننت أنها كانت مجرد بكتيريا لم يخيل إلي أن يكون الفيروس عملاقاً مطلقاً لأن الفيروس ضئيل لا يمكنك عادة رؤيته تحت المجهر الضوئي أما هذا فيروس برادفورد كوكس فقد كان مرئياً بوضوح تحت المجهر حسناً دعونا نركز لحظة على عالم المايكروبات هذا المخبأ عن أعيوننا إنه عالم يحكمه نوعان رئيسيان من الكائنات البكتيريا والفيروسات وغالباً ما يجري الخلط بينهما بالرغم من اختلاف خصائصهما ومع ذلك يجمع بينهما قاسم مشترك فكلاهما غير مرئي لنا ومع ذلك فهما في كل مكان حولنا، على أجسادنا، داخلنا كائنات تقوم بتلويثنا، استعمارنا ومساعدتنا على العيش أيضاً لا ندركها معظم الوقت إلا في حالات انتشار حمى أو تفشي مرض على وشك أن يتحول إلى وباء ويتأخر وصول إمدادات اللقاحات جاءت الثورة الكبرى لعلم المايكروبيولوجيا من خلال دراسات البكتيريا التي أجراها لويس باستير في نهاية القرن التاسع عشر ومع أنها قد لوحظت في القرن السابع عشر بفضل المجاهر الأولى لم تجري دراستها وفهمها إلا على يد باستير وهي كائنات حية تتكون عموماً من خلية واحدة وهي تحمل الأمراض المعدية المهولة فأوبئة مثل الكوليرا والطعون والسل ترجع إليها أما تاريخ الفيروسات فقد بدأت كتابته عام 1892 حين واجه عالم الأحياء الروسي ديمتري إيفانوفيسكي مشكلة كبيرة مسبب المرض الذي كان يظنه مسؤولاً عن مرض تبرق الشتبغ كان غير مرئي نهائياً للمجهر وقادراً على الإفلات مما كان يعد حينها آلة العجائب مؤرشحة تشامبرليند المصممة لالتقاط البكتيريا بعد ست سنوات وضع عالم المايكروبيولوجيا الهولندي مارتينوس بايجارينك هاتين الفرضيتين جانباً وللمرة الأولى منح هذا العامل الممرض الدقيق اسم فيروس وهو اسم مشتق من اللاتينية ويعني السم وقد تمكن من عزله عن طريق ربط مرشحات دقيقة جداً بمرشح تشامبرليند بعد أكثر بقليل من نصف قرن من العمل الذي قام به بايجارينك حصل الأمريكي فاندل ميرديت ستانلي على جائزة نوبيل عن دراساته على الفيروس نفسه المسؤول عن مرض تبرقش التبغ لكنها كانت جائزة نوبيل للكيمياء لا لعلوم الأحياء لأن الفيروسات لم تكن بعد تعد كائنات حية بل مجرد عناصر كيميائية وضع الفرنسي أندريل فوف التعريف الحديث للفيروس فقد كان في الأساس مربعاً هندسياً صغيراً خاملاً يطلق عليه العلماء اسم جوسيم فيروسي أو دخيل وهو يحتوي على بضع عشرات من الجينات ويحتاج للتطفل على مضيف كي يتكاثر وهو شبه قرص قابل للإزالة إن لم يوصل بالحاسوب فلا يمكنك فعل الكثير به كان هذا المعتقد السائد حتى مطلع القرن الـ 21 ففي العام 2003 ذهب علم الأحياء الإنجليزي ريتشارد بيرتلز إلى مرسيليا للحصول على إجازة ما بعد الدكتوراه وفي حقائبه كانت العينات التي أودعت معه من قبل تيم روبوتام بما فيها برادفورد كوكيس الغامض الذي كان لا يزال يعد نوعاً غريباً من البكتيريا الفيلقية لكن لم يتمكن الإنجليزي ريتشارد ولا فريق العمل في مرسيليا من اكتشاف سره ديديي راولت الاختصاصي في الأمراض المعدية والبروفيسور في كلية الطب في مرسيليا يدير المختبر الذي رحب بالشاب ريتشارد ويتذكر ما جرى أيضاً كنا أول مختبر لعلوم الأحياء المجهرية يشري منظماً أوتوماتيكياً من أجل تحديد البكتيريا غير المعروفة وبهذا أصبح ذلك مجال اختصاصنا بدأنا باختبار مجموعات كاملة من هذه المايكروبات وبالتالي حين كان ريتشارد بيرتلز يبحث عن مكان ليجري فيه بحوثه لإجازة ما بعد الدكتوراه قصدنا ليتمكن من استخدام هذه التقنيات للتعرف على مجموعة البكتيريا التي يحملها بحوزته والتي حصل عليها من تيم روبوتام والتي جرى تحديد كينونة أول خمسة بينها كأنواع من البكتيريا الفيلاقية أطلقنا على أحدها اسم ليجيونيلا روتوبوتامي وذلك تكريما لروبوتام الذي فرزه ثم غادر قبل أن نتمكن من التعرف على النوع السابع ولم نتمكن من تحديده لأن هذا الجهاز الذي يفترض أن يكون شاملا للبكتيريا على المستوى العالمي لم يفلح بذلك في المختبر كان عالم أحياء مخضرم وشغوف بالألغاز يدعى بيرنار لاسكولا قد شعر بأن الحاجة تدعو إلى منهج جديد أو وجهة نظر جديدة في ذلك الوقت كنت قد بدأت أجد متعة كبيرة في تعريف البكتيريا الجديدة فقد حاولت التعرف على هذه البكتيريا بعد عدد من المحاولات الفاشلة في النهاية قلت لنفسي فلنرى كيف سيبدو شكلها تحت المجهر الإلكتروني ربما يوصلني هذا لطرف خيط لكنني لم أكن أتخيل أنه قد يكون فيروسا كنت أفكر في أنه لابد من أن يكون بكتيريا غريبة نوعا ما وهكذا اطلعنا على العينات ورأينا أشكالا غريبة نوعا ما ولم تكن شبيهة بأشكال البكتيريا لأنها كانت أشكالا هندسية إن كانت أشكالا هندسية فهذا يعني أننا إزاء فيروس فهمت أن ما وجدته كان شيئا مثيرا للاهتمام وقد بدأ لي أنه فيروس جديد كان ذلك في العام 2003 كنت هنا حين رن الهاتف وكان المتصل بيرناد لاسكولا من مارسيليا كان يقول لقد وصلنا العمل على برادفورد كوكوس وهو ليس من البكتيريا وقلت له لكنني لا أظنه من الفطريات أو التحالب فقال إنه فيروس وأجبته فيروس كبير إذن وقال لي بل الأكبر وسيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية أجل لقد صدمت كثيرا مرحبا أهلا معك ريتشارد أجل تشرفت بلقائك هل أنت بخير؟ أجل جيد التقت تيم مرة أخرى بريتشارد الذي يعمل الآن أستاذا في جامعة ستانفورد في مانشستر إنها المرة الأولى التي ياريان فيها بعضهما بعضا منذ زمن بعيد ولولا الحدث الذي تمتع به كل منهما لم يكن أي من ذلك ليحدث كان تم يقوم بمحاولات يائسة لإيجاد مكان لها وسط هذه الأنظمة الغامضة وقد ناقشت الأمر مع رئيسي في لندن الذي قال اسمع لن نفعل أي شيء ما دمت هنا يا ريتشارد لما لا تأخذها إلى مارسيليا ربما يمنحك ديدييرا وولت بعض الوقت من عطته الأسبوعية للعمل معك كانت لتدمر لو لم يقم ريتشارد بنقلها لا أحد كان يريدها والآن نرى اكتشافنا كوكس في الصحيفة المحلية لقد نشروا هذا الرسم حيث نرى الفيروس الأملاق في الثلاجة في الواقع لم أكن نأسي ووسيط لقد دديت دور الوسيط بين لندن ومارسيليا لكن أجل كان ذلك رائعا كان اكتشافا رائعا صحيح كان مذهلا بالفعل ها هو الاكتشاف كان برادفورد أكبر الفيروسات وكان أولى الفيروسات العملاق المكتشفة على الإطلاق وقد أعيدت تسميته ميمي فيروس نشر فريق ديدييرا وولت في مارسيليا اكتشافهم لميمي فيروس الذي يرمز رسميا لمصطلح الفيروس المحاكي وهو الفيروس الذي يشابه البكتيريا جزئيا وهنا أدى باحث آخر دورا رئيسا وهو جان ميشيل كلافيري الذي كان في ذلك الوقت قد عاد لتوه من الولايات المتحدة الأمريكية حيث شارك في مغامرة ترتيب التسلسل الجنوم البشري وإلى جانب شونطال تمكن من وضع التسلسل الكامل لميمي فيروس وإنشاء هوية دقيقة لهذا الوحش الصغير المدهش ما أحمله يسمى المجسم المنتظم العشريني الأوجه وهو يمثل كيف رأى الكثير من الناس معظم الفيروسات الصغيرة وهي منتظمة جدا وتتكون من أشياء ذاتي عشرين وجها في الداخل هناك الجنوم لكن ميمي فيروس الجديد حين ظهر أمام أعيننا الذاهلة تحت المجهر بدأ أشبه بشيء بهذا الحجم هكذا إلا أنه كان ذا أبعاد هائلة مقارنة بما كان معروفا لنا المفاجأة الثانية التي كان ميمي فيروس يخبئها اكتشفناها حين وصلنا إلى الداخل وبدأنا بدراسة الجنوم الخاص به في فيروس تقليدي نحن ننظر إلى ما يقارب العشرة ألاف أو ربما المئة ألف من نيوكليوتيدات كما نسميها ويمكن اعتبارها أحجار البناء في هذا الفيروس وصل عددها إلى مليون أو أكثر بقليل حتى ما يعني أن هناك حوالى ألف جين تكون هذا الفيروس أي قرابة ألف بروتين بينما في الفيروسات التقليدية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة والمسمى بفيروس الأيدز لا نجد أكثر من 12 جيناً لم يسبق أن شهد شيء كهذا الفيروس المعقد من قبل لكنه على الرغم من ذلك لا يزال فيروساً إذن ما هي طريقة العدوى وكيف يغزو ضحاياه؟ الأميبة في البيئة السائلة التي تحبها تصادف ميمي فيروس ونظراً لحجمه الكبير فهي تفترض أنه طعامها المفضل وهو البكتيريا وفي اللحظة التي يلتقيان فيها تتصل شعيرات ميمي فيروس بغشاء الأميبة فتتذوق الأميبة أطراف الشعيرات لتجدها حلوة المذاق كما تلك التي تحملها البكتيريا حينئذ تنشر الأميبة التي جرى تضليلها أصابعها التي تشبه ميجسات وتغلف ميمي فيروس إلى أن تلتهمه تماماً وفق المبدأ تقوم الأميبة بهضم وجبتها أثناء احتجازها داخل الفجوة اليبلوعية التي تشبه الفقاعة لكن في هذه الحالة يفتح ميمي فيروس ثامه الذي يشبه النجمة ويبدأ بامتصاص غشاء الفجوة اليبلوعية مشكلاً نفقاً يمثل نقطة دخول مباشرة إلى داخل الأميبة يمكن الآن للجسم الدخيل أن يبدأ بالعمل يرسل ميمي فيروس حمضه النووي إلى السائل الداخلي للأميبة وهناك يمكنه الشروع بنسخ جيناته أي أن يقوم باتباعة نسخ من جيناته باستخدامها بهذا فهو يسير الأميبة لبناء كل الأدوات اللازمة لإنشاء فيروسات ميمي فيروس جديدة وبهذا يبدأ الاختراق الكبير وبينما تصنع البروتينات الفيروسية يغطى الحمض النووي للفيروس نفسه بغشاء ليفي كوسيلة حماية ضد دفاعات الأميبة وضمن عملية الحماية هذه يجري تشكيل المزيد والمزيد من النسخ الكاملة للحمض النووي لميمي فيروس الذي يحتل ويبتلع كل مكونات البنية الأولية الخاصة بمضيفه لقد أصبح الأخير مصنعا حقيقيا للفيروسات يمتلئ شيئا فشيئا بمئات نسخ من حمض ميمي فيروس النووي وعلى سطح مصنع الفيروسات هذا تبدأ البراعم بالظهور يتلقى كل منها نسخة من الحمض النووي للفيروس قبل أن تنفصل عن المصنع يتحول سطح مصنع الفيروسات بأكمله إلى برعم بالآلية نفسها ما يؤدي إلى ولادة المئات من فيروسات ميمي الجديدة وهي نسخ مطابقة للأصل الأول الذي أصاب الأميبة تكثر هذه النسخ إلى حد تملأ معه الأميبة بالكامل حتى تنفجر هذه الأخيرة في نهاية المطاف ما يؤدي إلى موتها وإطلاق الفيروسات الوليدة في محيطها عندما بدأنا بتحليل هذا الفيروس رأينا عدد من الأشياء المدهشة بداية أدركنا أنه فيروس لأنه لم يكن يحتوي على العناصر الضرورية لنقل البروتينات إذ إن الفيروسات تعتمد كليا على مضيفاتها من الكائنات الخلوية للقيام بمهمات من هذا النوع لكن الغريب كان أن لديها بعض عناصر هذا النظام كما لو أنها خلفت من قبل نظام أحفوري قديم لم يعد يؤدي أي وظيفة لكنه كان موجودا كنظام كامل قبل ملايين وملايين السنين من هنا جاءت الفكرة التي كانت جديدة كليا أنذاك ولا تزال موضع جدل واسعاً وهي تقوم على أن الفيروس العملاق قد أصبح في نهاية المطاف نوعاً من الخلايا القديمة والمتدهورة جداً التي فقدت بشكل مستمر المزيد من جيناتها ووظائفها ما أجبرها على الاقتراب من الكائن الطفيلي من أين أتى ميمي فيروس؟ هل كان أسلافه كما يقترح كلافري من الخلايا التي تطورت لتصبح طفيليات؟ المشكلة كانت أنه في منتصف عام 2000 انصبت كل التكهنات على العامل ميمي فقط على عامل واحد أيمكن أن يكون ظاهرة شاذة؟ وحشاً معزولاً؟ للحصول على تقييم أعمق وأكثر تأكيداً كان لابد من العثور على فيروسات أخرى جرى تنظيم حملة بحث لكنها كانت ترمي للعثور على فيروسات أخرى مثل ميمي فيروس كان من الضروري العثور على مخابئها وكان معروفاً أنها تحب الانتشار حول الأميبة لذا كان عليهم أولاً العثور على الأميبة عام 2008 اكتشف فيروس عملاق جديد عثر عليه مثل ميمي فيروس داخل الأميبة مختبئاً في قنوات التكيف الهوائية بهذا أزيل القناع عن نوع آخر من فصيلة ميمي فيروس كان أكبر حجماً وذا جينوم أكثر تطوراً وحاز اسمه ماما فيروس وبهذا لم يعد ميمي فيروس وحيداً أرسل ماما فيروس مباشرة إلى مختبر راولت وبرناد لاسكولاء في مرسيليا ومن هناك أتت المفاجأة الثانية لقد أصيب الفيروس العملاق بفيروس بفيروس صغير ذي أبعاد طبيعية سمي الفيروس سبوتنيك إذن فقد ظهر نوع جديد من الفيروسات وهو فيروس الفيروسات فيروس آكل كما يسميه العلماء الفيروس الآكل صغير جداً ويشغل حوالي 20% من حجم الفيروس العملاق ميمي فيروس ولكي يدخل الجسم المضيف فإنه يستفيد من الفتحة التي يحدثها الفيروس الكبير لأنه بحد ذاته صغير جداً بحيث لا يمكن للأميب رؤيته وبالتالي لن تخلط بينه وبين الغذاء وبمجرد أن يدخل فهو ينتظر بصبر بينما يقوم الفيروس الكبير بإنشاء المصنع الفيروسي وحين يحدث ذلك ينتهز الفيروس الآكل الفرصة ليقفز إلى الداخل وينسخ الخريطة الجينية الخاصة به منتجاً الجسيمات فالمسألة في جذرها عبارة عن إصابة فيروس بعدوى فيروسية مما يفضي إلى إصابة الفيروس العملاق بمرض أثار هذا الاكتشاف المزدوج التشكيك في تصنيف الفيروسات العملاقة ككائدات حية إن كان الفيروس مثل الفيروس الآكل يحتاج إلى التطفل على ماما فيروس بهدف العيش أو استخدام ألياته للتكاثر أيعقل أن يعد ماما فيروس كائناً حياً؟ لم يسبق أن كانت حدود مفهوم الحياة مبهمة لهذه الدرجة ففي النهاية وبرغم درجة تطورهما ما زال كل من ميمي وماما فيروسين إذن كائنات حية أم غير حية؟ يدير باتريك فورتير مختبراً لعلوم الأحياء المجهرية في معهد باستير وإليكم وجهة نظره في هذا الموضوع يرى الكثير من الباحثين أنك لتكون حياً يجب أن تمتلك خلية وتفاعلات حيوية مستمرة لقد أدركت أنهم يعدون الفيروسات كائنات غير حية وذلك لأننا نميل على نحو أساسي إلى تحجيم الفيروس وحده بتصنيف كجسيم فيروسي في الواقع الجسيمات الفيروسية كيانات خاملة ولا تجري عندها تفاعلات حيوية إلا أن الفيروس لا يقتصر على هذا كما أن له مرحلة معدية حيث ينشر جيناته وينسخها داخل الخلية المصابة لقد اقترحت مفهوماً جديداً دعنا نسميه مفهوم الخلية الفيروسية مع النظر للغرض الضقيق المتمثل بإبراز هذه المرحلة التي يقوم الفيروس خلالها باحتلال الخلية المصابة وهي عبارة عن بكتيريا أو أركيا أو يوكاريوت وتحويلها إلى فيروس لأن هذه الخلية المصابة لا تستطيع في أحيان كثيرة إبراز جنومها الذي ربما يكون قد تعرض للتلف بسبب الفيروس ما تبقى لدينا الآن هو خلية لا تحتوي إلا على الجنوم الفيروسي في حالات معينة هذا الجنوم الذي سيجري تكراره وسيجري نشره هنا يمكننا اعتبار الفيروس حياً الأمر مرعب حين تفكر فيه إن الفيروس يستحوذ على الخلية بالكامل وبطريقة ما يحولها لتصبح هو نفسه لهذا السبب أقول إن الفيروسات حية قد لا يبدو هذا الأمر جللاً لكنه ثورة مفاهيمية صغيرة في عملية النشوء لأننا إذا قبلنا أن تكون الفيروسات وبالتالي الفيروسات العملاقة كائنات حية أو مشاركة في عملية حيوية بأي شكل كان عندئذ فإن ميمي وأبناء عمومته فمرت تاريخ طويل نسبياً مثلنا تماماً ويجب أن يكون له مكان في شجرات الحياة منذ اكتشاف ميمي فيروس لم ينفك الباحثون يناقشون هذا السؤال هل للفيروسات العملاقة مكانها في شجرات الحياة؟ فعلى مر التاريخ سعى الإنسان باستمرار إلى تصنيف العالم من حوله ولتصنيف الأنواع الحية وسرعان ما أدى هذا الجهد إلى وضع ما يسمى شجرة الحياة في القرن الثامن عشر أسس عالم الطبيعة الموجد كارل فون ليني أول نظام تصنيف للأجناس المختلفة بناء على خصائصها الفيزيائية في وقت لاحق قدم داروين فكرة التطور ورسم في أحد دفاتر ملاحظاته تلك الشجرة التي أظهرت كيف تتفرع الأجناس من سلف مشترك أول رسم تخطيطي لشجرة تطورية الشجرة التي سيجري إعادة رسمها وتعديلها مع تقدم المعرفة في النصف الثاني من القرن العشرين ظهر تصنيف يعتمد على المعرفة الجديدة في المجال الجيني وقد قام بتنظيم العالم الحي بأكمله بشكل مختلف عما قام به ليني وفي أسفل هذه الشجرة التي تعرف باسم شجرة التطور حيث يمكن العثور على فرعين رئيسيين يسمى كل منهما المجال الأول هو اليوكاريوت أو البدئيات وتعني حرفيا الكائنات الحية التي تحتوي خلاياها على النوى وهي النباتات والحيوانات والفطريات ونحن والثاني هو بدائيات النوات أو البروكاريوت وهي الكائنات الحية التي لا تملك النوى والتي تعني البكتيريا تخيلوا قاعة كبيرة ذات جدران عالية بشكل غير متناسب أسفل أحد هذه الجدران تتكئ صور أسلافنا في انتظار أن يجري تعليقها لكن الصورة الأولى التي يجري تعليقها هي صورة سلف مشترك لمجالي الحياة الكبيرين إنه لوكا وهو اختصار السلف الشامل الكوني الأخير ومنه ينمو فرعان من الحياة ومنهما تمتد الشجرة الضخمة بكاملها عام 1977 اقترح المتخصص في التطور في الولايات المتحدة كارل ووز تقييم مجال البروكاريوت إلى قسمين البكتيريا من جهة والأركيا من جهة أخرى حتى ذلك الحين كانت البدئيات تعد شكلا من أشكال البكتيريا يبدو أنه أمام استمرار الاكتشافات يمكن تكييف شجرة التطور وهذا يفتح إمكانية قبول مجالات أخرى للحياة وماذا لو شغلت الفيروسات والفيروسات العملاقة مجالا جديدا للحياة؟ أين سيكون موقعها من الشجرة؟ أين على جدارنا الهائل يمكن أن نعلق صورة ميميفيروس؟ مورغان غايا، عالم مايكروبيولوجي شاب في معهد باستير إلى جانب باتريك فورتير يعمل على الروابط الأبوية بين الفيروسات بمساعدة أدوات متطورة لمعالجة البيانات وهو سلطة تحظى بالاحترام في النقاش الدائر حول الفيروسات العملاقة ومكانتها في شجرة الحياة ومثل باتريك فورتير يعتقد أن من الضروري تصنيف الفيروسات الكبيرة المعروفة سلفا مع الفيروسات الكبيرة في عائلة واحدة تسمى ميجافيراليس برأي ميميفيروس وميجافيراليس تحظى بمكانتها اليوم في هذا المكان بالذات لأنها يمكن أن تصيب مجموعة كبيرة من اليوكاريوت أو حقيقيات النواة ما يوحي بأن أول أسلاف الفيروسات العملاقة كانت تصيب خلايا الكائنات الحقيقية النواة بالطبع هذا مجرد حد أدنى يمكننا أن نتخيل بسهولة أن أسلاف كبار الفيروسات كانت تصيب الخلايا قبل هذا الفصل بين حقيقيات النواة والأركيا وبالطبع يمكننا توسيع هذه الفرضية إلى أبعد من ذلك إلى إمكانية أن أسلاف كبار الفيروسات كانت تصيب لوكا إن كان للفيروسات العملاقة مكانها في الشجرة وإن كان أسلافها موجودين في وقت وجود لوكا فهذا يعني أن في وصعها الانتماء فعلا إلى فرع جديد من الحياة وما هو أفضل حتى إن كانت قادرة على أن تصيب لوكا وتتفاعل معه فقد تكون قادرة اليوم على مساعدتنا لمعرفة ما كان عليه الأمر وأن تساعدنا على العثور على مفتاح لرسم صورة لوكا على أي حال فإن فرضية المجال الرابع من الحياة التي تثيرها هذه الفيروسات العملاقة الأولى تسبب ضجة كبيرة المسألة اللافتة المتعلقة بالفيروسات هي أن وجود عدد قليل جدا من الجينات يعني أن من الصعب جدا بناء شجرة لتاريخ هذا الجين وبما أن ميمي فيروس يحمل الكثير من الجينات فلهذه الفيروسات العملاقة خريطة جينية كبيرة وهذا يمكننا من الربط بين البكتيريا البدئيات وحقيقيات النواة وهي تشكل فرعا منفصلا ما يعني أنه ليس مشتقا من شيء كان موجودا مسبقا ولدت أربعة فروع أحدها يحمل جينات الفيروسات العملاقة وجينات أخرى للأركية وثالثة لحقيقيات النواة ورابعة للبكتيريا في وقت اكتشاف ميمي فيروس وابن عمه القريب ماما فيروس وقعت شونتال وكلافيري ضحية إغراء فرضية المجال الرابع ومع الاكتشافات التي تلت ذلك ابتكرات تدريجيا نسخة أخرى مما قد يكون أصاب لوكا ومن شأن هذا أن يضع الفيروسات العملاقة ليس ضمن مجال رابع فقط بل ببساطة في لائحة الخاسرين في رحلة التطور أيضا ما نقترحه هو احتمال وجود أشكال حياة معاصرة بديلة على الأرض وفي لحظة ما وجدت نفسها ضمن المنافسة كان هذا واحدا من أشكال الحياة وهي أحدى الخلايا الأولية التي أنتجت لوكا إنه سلف الحياة الخلوية وإن الكائنات الأخرى التي خسرت المنافسة على البقاء اضطرت للتحول إلى كائنات طفيلية على الفائزين بهدف نشر جينومها والاستمرار في الوجود مرتبط ولو بشكل موقع بالعالم الخارجي ما زال النقاش مفتوحاً لكن فكرة وجود صلة وثيقة بين الفيروسات العملاقة والعالم الخلوي تؤكدها الاكتشافات الجديدة التي تضع عالم الفيروسات العملاقة على مقربة منها لقد انتشر عامل جديد في الدم البشري ووصل الدخيل إلينا العامل المكتشف في مركز نقل الدم في مارسيليا سمي ببساطة فيروس مارسيليا وبعد دراسة مستفيدة أثبت فيروس مارسيليا أنه أصغر من ميمي واماما فيروس والأهم من ذلك هو أنه كان يحمل جينوماً يسمى الوهمي يحتوي على فسيفساء من الجينات ينحدر جزء منها من العالم الفيروسي والآخر من العالم الخلوي يمثل فيروس مارسيليا إشكالية كبيرة لنا لأننا بدأنا نعثر عليه في دماء المتبرعين ثم وجدناه في خلية عقدية لطفل مصاب بالتهاب الغدة نحن نعمل الآن على مضاعفات هذه الإصابات وهذا مثال آخر يشير إلى أنك حين تفتح عينيك على عالم كنت ترفض الالتفات إليه فإنك لن تجد مجرد أشياء بسيطة بل أكواماً من الأمور الجديدة هل يمكن أن تكون الفيروسات العملاقة في كل مكان؟ في كل بيئات الكوكب؟ أو أينما وجد مضيف محتمل؟ إن كان الأمر كذلك فلا يمكن للباحثين تجاهل بيئة تشغل 70% من سطح الكوكب ونتيجة لذلك فقد انطلقت عام 2010 حملات واسعة عابرة للبحار لأخذ العينات وقد اكتشفت الحملات البحرية ثلاثة عوامل جديدة وجدت في المياه العميقة جنوبية المحيط الهادئ حيث ظهر فيروس شيلنسيس من فئة ميجا فيروس الذي كان أكبر حتى من ماما فيروس دافعاً بمسألة الحجم والتعقيد الوراثي إلى حدود أبعد وقد كان يتشارك الكثير من القواسم مع ميمي فيروس اكتشفت العينتان الباقيتان في مخبأ جديد تماماً الكائنات الحية الدقيقة البحرية الموجودة في العوالق الحيوانية والنباتية ماتياس فيشر من ألمانيا كان المكتشف لأحدهما وهو فيروس كافيتيريا روينبير جينيسيس ويسمى اختصاراً جروف وهو اسم غريب مأخوذ من اسم الكافيتيريا لا تزال بيئة الفيروسات العملاقة مدروسة إلى حد ضئيل وفي الوقت الحالي عزلت معظم الفيروسات العملاقة في الأميبة حيث لا تتطفل إلا على مضيف واحد حيث يمكنك عزل عائلة كاملة من الفيروسات يمكننا الآن أن نستقرئ أن كل هذا يرجع إلى تنوع الخلايا الأحادية التي لا نجدها في المحيطات فحسب بل وفي البيئات البرية أيضاً ولدينا بالفعل أدلة على كائنات حية أخرى مصابة بفيروسات عملاقة وبناء على هذا فلا بد من وجود تنوع هائل كنا نتجاهله يمكننا القول أن هناك مسارين بقي أحدهما ويتمثل بالفيروسات التي تصيب الأميبة وتتكون من الفيروسات التي لا تزال تتمتع بجينوم هائل من أكثر من مليون زوج قاعدي تليها فئة أدنى ذات جينوم بنصف الحجم التي تصيب بدورها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوليات البحرية وربما تكون هي ما يسبب التأثير الهام في السيطرة على تعداد العوالق في البحار بهذا فأنا لدينا عائلتين تنحدران من سلف واحد مشترك كلافيري وشونتال إلى جانب باحثين هولنديين تمكنوا من تحليل الجينوم PGV-16TA وهو عامل جديد يصيب نوعا من التحالب الأحادية الخلية فيسستيز جلوبوزا ويوجد عادة في العوالق النباتية البحرية ومن خلال إصابة عوالق المحيطات تؤدي هذه الفيروسات العملاقة دورا مركزيا في تباين تكاثر التحالب وبالتالي في مستويات الثاني أكسيد الكربون وبذلك يكون لها تأثير كبير ومفهوم قليلا في المناخ في هذه المغامرة تظهر الاكتشافات واحدا تلو الآخر بتداعيات غير متوقعة وفي مختبرات كلافيري وشونتال لم يتح لهما الوقت الكافي لتحليل كل العينات من قبل وفي عام 2013 اندلعت ثورة جديدة ثورة تمثلت في شكل كرة روكبي بعد تحليل العينات الجديدة التي وصلت في وقت واحد من تشيلي وأستراليا أجبر كلافيري وشونتال وفريقهما على الاعتراف بما هو جلي أنهم إزاء عائلة مختلفة بالكامل من الفيروسات العملاقة وقد أطلقوا عليها اسم فيروسات باندورا يذكر هذا الاسم بصندوق باندورا فقد يترتب على اكتشافها عواقب لا يمكن التنبؤ بها لكنها حتمية بالنسبة إلى علم الفيروسات ككل ولم يكن شكلها غير الهندسي ميزتها الأصلية الوحيدة فقد احتوى جينوم فيروس باندورا على 2500 جين أي ضعف ما يحتويه جينوم ميميفيروس ما يعادل عشر الجينوم البشري لم يسبق أن وجد فيروس عملاق يشبه الخلية لدينا هنا انطباع بأننا نواجه شيئا يمكن أن يشبه الخلية إلا أنه لا يشبه أي خلية نعرفها من ناحية الشكل كانت مختلفة جدا أسميناها أن ألاف اختصارا لمصطلح شكل جديد للحياة باللغة الإنجليزية ومن خلال دراسة دورة العدوى بكاملها استنتجنا أنه كان في الواقع فيروسا لأن طريقة باندورا في نقل العدوى كانت فيروسية ومثل ميميفيروس تماما يسمح باندورا لمضيفه بتغليفه وابتلاعه في ذلك النوع من الفقاعات المسمى الفجوة اليبلوعية وبمجرد أن تجري العملية فهي تشبه إلى حد بعيد تلك التي يقوم بها قريبه ميميفيروس حيث يفتح الجسيم الممر المباشر لينشر حمضه النووي ومع ذلك فليس لدى باندورا باب بل سدادة المخطية تقع في أقصى قفايصته التي تشبه القارورة ومن خلال هذا الشكل الفموي ينشر الحمض النووي عبر الأميبة من تلك النقطة تظهر آلية عدوى مختلفة عن تلك التي يتبعها ميميفيروس حيث ينشر باندورا حمضه النووي في نواة ضحيته لأنه وبخلاف ميميفيروس لا يملك أدواته الخاصة لنسخ وتكرار حمضه النووي لذا فعليه أن يقرصن تلك الخاصة بمضيفه لكن هذه الأدوات موجودة على مستوى الحمض النووي للأميبة وهي محمية نظرياً في النواة الخلوية لكن يبدو أن هذا الملجأ غير كاف إذ لا يواجه حمض باندورا النووي أي صعوبة في اختراق النوات وإيقاف النسخ الجيني باستخدام أدوات القرصنة وكفيروس حقيقي يقوم باندورا بعد ذلك ببناء بروتيناته خارج النوات مستخدماً آليات ضحيته في الوقت نفسه تبدأ نوات الأميبة المتأثرة بهذا الاحتلال بالتدهور في حالة باندورا نوات الأميبة نفسها هي ما يتحول إلى ما يشبه مصنعاً للفيروس حيث تكون جينات الفيروس متصلةً حرفياً مع جينات المضيف وهي حالة مواتية لتبادل الجينات أو حتى لإنشاء جينات جديدة في حالة أشبه بمعرض للجينات في أضلاع النوات تحاك جزيئات فيروسية جديدة من الأعلى إلى الأسفل من الفم إلى قاعدة القفايصة وقبل النهاية تحميل نسخة من الحمض النووي الفيروسي في كل مربع جديد ليست نوات الأميبة سوى ظل لما كانت عليه سابقاً ولم تعد تملك حمضاً نووياً فعالاً وكما يجري مع ميمي فيروس تغزل جزيئات الجديدة الزائدة الأميبة إلى أن تنفجر أثار فيروس باندورا الكثير من التفكير أيمكن أن تكون الحياة قد ظهرت عدة مرات على الأرض وبشكل مستقل عن بعضها بعضاً وأن تكون هناك استراتيجيات اتبعتها أنواع معينة من الأسلاف ولم تتبعها أنواع أخرى حين تواجه فيروس باندورا فسيتشكل لديك انطباع بأن الاستراتيجيات المتبعة من قبل هذا الفيروس لا تمط بصلة لتلك التي يجري توظيفها في العالم الخلوي أمام ميمي فيروس ومن ثم شيلنسيس من فئة ميجا فيروس كان الباحثون مرتحين بدراسة الفيروسات العملاقة كأحفاد للخلايا القديمة التي فقدت جينات معينة وقدرات معينة بعد أن مرت بمسيرة تطور مختزلة أما باندورا بجيناته الهائلة والمجهولة فقد صعق الجميع فأمام فيروس باندورا لا مزيد من الحديث عن تطور اختزالي على العكس تماما نحن نواجه كائنا يبدو أنه قد اكتسب جينات جديدة جينات غامضة من أين أتى؟ هل قام بسرقتها؟ هل قام بإنشائها؟ تضعنا الفيروسات العملاقة أيضا أمام سؤال لم يطرح من قبل بشأن ظهور الجينات نحن نعلم أن الفيروسات العملاقة يمكن أن تندمج في جينومات خلايانا وقد وجدنا جينومات حققية النوات حيث يمكن للفيروسات العملاقة إنشاء 200 جينة أو 300 أو 400 وبروتينات جديدة ونشرها داخل كائن حي دفعة واحدة وهذا خليق بأحداث تغيرات كبيرة لإعطائكم فكرة إن أخذنا الجينوم البشري فإن 2% فقط منه تتوافق مع أنواع الجينات لدى حققية النوات أي مع الجينات التي ورثناها من سلف جميع الكائنات الحققية النوات التي نتشاركها مع الحيوانات وثمانية في المئة وهذا يعني أربعة أضعاف النسبة تلك فيروسات نسميها الفيروسات الراجعة أو المرتدة وهي تنتمي للعائلة نفسها فيروسات مثل فيروس الأيدز لذا فنحن نحمل حالات العدوى السابقة هذه وهي تؤدي دورا كبيرا في تطورنا من الواضح أن الفيروسات العملاقة تلزمنا لإعادة تعريف مفهومنا عن التنظيم وعن تطور الحياة وعن تصورنا لمفهوم التطور المشترك مفهوم التطور المشترك مهم جدا ولسيما في حالة الفيروسات حيث يمكننا أن نرى أن الفيروسات تتطور مع الكائنات الخلوية ويحدث التطور المشترك بين الفيروسات والخلايا وبين الفيروسات العملاقة والفيروسات الآكلة أو بين الفيروسات والفيروسات وربما بين الخلايا الطفيلية والخلايا المتطفلة وبين الحشرات والنبتات والحيوانات أيضا جميع الكائنات والكيانات الحية تتفاعل معا على نحو دائم وتتعاون معا بصورة مستمرة هذا جلي تماما بين تموجات أنهار السيبيريتين لمنتهيتين قام فريق من الباحثين من معهد بوشينو لعلوم الأحياء الواقع إلى الجنوب من موسكو بحملة كبرى لأخذ العينات مما يسمى التربة الدائمة التجمد وهي الأرض التي تبقى متجمدة في أقصى الشمال العينات التي جمعت عن عمق خمسة عشر مترا تحت سطح الأرض أشبه ما تكون برحلة عبر الزمن فكل شيء قد تجمد على ما كان عليه قبل ثلاثين ألف عام وكأنه فتاة متبق من العصر الجليدي وهنا كانت ليوباش ماكوفا المكتشفة التالية لعامل جديد العامل الذي وجد في الصقية بيتوفايروس يحتوي جينوم بيتوفايروس على خمسمائة جين فقط وبالرغم من تشابهه مع فيروس باندورا من ناحية الشكل إلا أن طريقته لإصابة ضحيته أقرب ما تكون لطريقة مينيفايروس فلتكرار نفسه يقوم بيتوفايروس ببناء مصنع الفيروسات الخاص به من دون استخدام نواة الأميبة وبالتالي ينشئ عائلة جديدة من الفيروسات العملاقة وهي الثالثة كان البحث في مجال الفيروسات العملاقة اكتشافا مدهشا لي حين التقيت جون ميشيل كلافيري لم أكن مدركة حتى لوجود كائنات كهذه وحقيقة أن يجري حفظها في الرواسب الصقيعية كانت مفاجأة بالفعل ومع ذلك فإن لدينا الخبرة الكافية في هذا المجال ضمن مختبراتنا في بعض الأحيان نعيد إحياء الكائنات الحية والكائنات الدقيقة والبكتيريا التي تصلنا من عينات أقدم يصل عمرها أحيانا لبضعة ملايين من السنين أجل ما زالت حية تتكاثر وهي قادرة على إقحام نفسها في النظام البيئي الحالي بعد أقل من عام توسعت العائلة مرة أخرى لبل كانت عائلة جديدة كليا من الفيروسات العملاقة التي جلبتها ليوبا وفريقها إلى الحياة وبدأت وسائل الإعلام توليها الاهتمام العلم ماذا سيحدث إن ارتفعت حرارة الأرض المتجمدة في الشمال العظيم وكانت خليقة بأن تحرر فيروسات غير معروفة كانت خاملة منذ آلاف السنين هذا يكفي لإثارة بعض التساؤلات هل أوضحت لنا؟ هذا هو الفيروس الذي تدور حوله التساؤلات ويطلق عليه اسم موليفيروس تخيل أن عمره ثلاثون ألف عام إنه كبير أكبر بألف مرة من فيروس الإنفلوانسا ويحمل حوالي خمسمائة من الجينات ما يضعه في فئة الفيروسات العملاقة هذا الفيروس غير مؤذن للإنسان في الأنظمة البيئية الحالية للتندرا في المناطق التي كانت تتكون من التربة السقيعية منذ آلاف السنين نشهد ذوبانا ثابتا لهذه الكتل المتجمدة على امتداد الضفاف الأنهار والشواطئ البحرية كل عام نشهد كتلا ضخمة أطنانا من مساحات الجليد الذائب انهيارات ومجمل التنوع البيولوجي المتكوم في الرواس بيخترق النظام البيئي ويصبح عاملا نشطا وهذه ظاهرة عالمية ولا سيما اليوم أمام اتجاه العالم بأسره نحو الاحتباس الحراري يمكننا رؤية هذا في كل مكان وقد ظهرت وظائف جديدة مرافقة لهذه الاكتشافات فموليفايروس السايبيري وبيتوفايروس يظهران لنا قدرة على البقاء على قيد الحياة منعزلة في شكلها كجسيمات فيروسية غير نشطة وفي ظل درجات حرارات متجمدة وبعيدة عن الضوء ولحقب جيولوجية فعلية حين تتغير هذه الظروف يمكن أن تنشط من جديد في أي لحظة في حال وجود خلية مضيفة يبدو كل هذا دليلا على فرضية خلودها يصلت هذا الاكتشاف الضوء بالدرجة نفسها على نسبية معرفتنا بالتنوع الحيوي المجهري بمجرد استكشافنا لبيئات جديدة سيبقى علم الأحياء الدقيقة الأرضي مجهولا إلى حد كبير إنها فترة رائعة لكل من يريد دراسة العلوم إننا نسير في الوقت الحالي على درب من الاكتشافات ينبغي أن نكون حاذرين كما لو كنا رسامي خرائط في القرن السادس عشر ما يعني أننا بحاجة إلى التماهل إذ لسنا ملمين بكل تفاصيل الجزر ومن المحتمل أننا سنستكشف جزرا أخرى تنبثق على سطح الماء وأن يختفي بعضها ما يستدعي تغيير الخرائط كل من قرر رسم خريط للعالم في القرن السادس عشر كان مصابا بالجنون ففي كل عام كان شيء جديد يكتشف إذن فمن غير العقلني وضع النظريات العامة حين تكون الحقيقة أننا نكتشف أشياء جديدة يوما تلو الآخر وهذه الاكتشافات الجديدة كل يوم تعني أن معرفتنا في الوقت الحالي غير مستقرة لذا يجب أن نأخذ بعض الوقت قبل إعادة صياغة النظريات وهذا شيء أوافق عليه هذه الفيروسات العملاقة التي لم يحلم بها أحد قبل حوال 12 عاما مضت تعيد رسم الروابط بين العالم الفيروسي وعالم الخلايا الحية لقد شككت في تعريفنا لما هو حي ودفعتنا للاعتقاد بأن ظهور الحياة على الأرض ربما كان مصحوبا بتنوع أكثر غنا بالأشكال الحية مما كان متوقعا في السابق نحن نرى أن الفيروسات العملاقة تمثل في الواقع جزءا لا يتجزأ من العالم الفيروسي وأنها في ضوء هذا ومثل الفيروسات الأخرى يجب أن يكون لها دور استثنائي إلى حد ما فيما يتعلق بتشكيل شجرة الحياة ليس عبر انحدار مباشر وفق الطريقة التي يمكننا من خلالها تصور مجالات الحياة الخلوية بل من خلال مسؤولياتها عن كميات هائلة من الانتقالات بين المجالات لذا بشأن تحديد موقع الفيروسات العملاقة على هذا المستوى نحتاج إلى تشبيهها بنبات معرش يمد فروعه باتجاه الكائنات الحقيقية النوات هناك يمكننا أن نجيدها وهناك كانت تفاعلاتها وتجلياتها الكبرى إن رأينا الأمر من هذه الزاوية فأن الفيروسات العملاقة أدوات أكثر استثنائية حتى وهي تسمح لنا أخيرا باتخاذ خطوة باتجاه تطور العالم الفيروسي مع العالم الخلوي في آن واحد لقد عمقت هذه الفيروسات العملاقة أفكارنا عن بدايات الحياة على الأرض وعن تطور الحياة فبدلا من مجال حياة رابع تكون الفيروسات العملاقة عالما منفصلا يتفاعل بصورة وثيقة مع العالم الخلوي قد تمهد دراسة هذه الفيروسات أيضا الطريقة للبحوث الطبية تطبيقية أيمكنها أن تساعدنا حتى على فهم أصل الخلل الخلوي؟ أو لتوضيح أصل الأمراض التي نصبت خطأا في السابق لعوامل ممرضة؟ ومن يدري أيعقل أن تمكننا أخيرا من علاجها؟ بما أن أحدا لم يكن يبحث ولم يمتلك الأدوات اللازمة للبحث عن فيروسات عملاقة داخل جسم الإنسان فلم يرها أحد والآن بعدما أصبحت تلك الأدوات متوافرة بين أيدينا فقد وجدنا روابط بين ميميفايروس والالتهاب الرئوي أو بينه وبين الحمى الغريبة وجدنا الآن أننا نستطيع إيجاد فيروس ميرسيليا لدى الذين لا يعانون عراضا مرضية وقد وجدناه لدى مرضى سرطان العصاب والمصابين بداء هوتشكين وهذه ليست سوى البداية بالنسبة إلى الباحثين يبدو أن الفيروسات العملاقة تنبع من منطقة غير مستكشفة من الحياة من منطقة محيرة وغير محدودة وهي تمر بنوع من النهضة البيولوجية لقد بدأت قصة اكتشاف الفيروسات العملاقة للتو علينا أن نتوقع وجودها في كل مكان في مختلف أنواع البيئات يبدو أننا لم نكتشف أفرادا جديدة من العائلة التي سبق أن فرزناها فحسب لذا علينا أن ننضي قدما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر